أكبر سوقين لهم ميزة عالية ونتميز فيهم بأن لنا قاعدة عملاء ولنا التوسع فيهم ولنا قدرة على أن نبتكر شيء فيهم هم السعودية والإمارات وهذول السوقين عندنا الحمد لله حجم مشاريع مرضي فيهم كم تقدر مجمل محفظة استثماراتكم؟ الحجم المشاريع العقارية التي طورتها الشركة حد الآن يتجاوز العشرة مليار درهم سيد أحمد لأتحدث معك عن المشروع ربما لاند مارك الذي كان لديكم خاصة في البدايات كيان تاور هذا المشروع حاز على عدة جوائز أذكر منها أنكم حستم على جائزة جينيس لأعلى برج ملتوي في العالم ماذا حاولت كيان كشركة مبتدئة وقتها أن تثبت من خلال هذا المشروع الذي حاكى مشاريع كبريات الشركات العلق الحمد لله هذا بفضل الله توفيقة حاولنا في كيان أن يكون لنا بصمة أو دور في مدينة فيها منافسة عالية زي دبي عشان كذا كان البداية حقتنا أن نبغى شيء ملفت اليوم لديكم أيضا خارج كيان تاور كيان كنتارا الذين كنتم أطلقتم البرج السكان فيه ومؤخرا أطلقتم أبراج الشقق الفندقية بإدارة روتانا صحيح هل هذا ربما بداية لدخولكم أكثر في قطاع الضيافة؟ صحيح هذا من القرارات الاستراتيجية نحن بعد الأزمة المالية كانت من القرارات الاستراتيجية أن نبدأ نركز على المشاريع ذات الدخل المستمر فبدأنا بالتركيز على مشاريع من هالنوعية اللي لها علاقة بقطاع الضيافة مشروعنا هذا اللي في دبي واحد من أول مشاريع اللي بيكون فيه شقق فندقية وسيتمع إن شاء الله مشاريع أخرى في مناطق الضيافة ماذا عن قطاع التجزئة؟ كل مشاريعنا فيها محلات تجزئة أننا ندخل حنا في مجال المولات هذا من ضمن الخطط ولكن كل مشاريعنا فيها محلات تجارية والمحلات تجارية عادة ما نبيعها نحتفظ بها ونديرها بنفسنا في معظم أبراجنا ومشاريعنا نسويها حاليا فيه عندنا توجه للدخول فيها مجال المولات التجارية ولكن لسه الحد الآن يعني ما في شيء جاهز لطرحه سيد أحمد داني أسألك عن المملكة العربية السعودية لديكم مشروع ضخم جدا سماية ماذا تحققون؟ ما هو الهدف أن تحققوه من هذا المشروع؟ أين الأعمال اليوم؟ نحن عندنا أكثر من مشروع في السعودية ولكن مشروع سماية من المشاريع التي بالفعل نحاول أن نضيف فيها بصمة من تهجربتنا وخبرتنا خلال هذه السنوات التي تعلمناها في التطوير العقاري سواء داخل السعودية أو خارج السعودية